لا مفرع نحن على تابي شرقي أوسط جديد فعلا فينا خير أن لا نجعله على طريقة نتنياهو إنما على طريقتنا طبعا حين نتمكن من أن نجمع شتاتنا نسمع بعضنا ونكفو عن الصراع على الكراسي التافهة وإلا فأنا أتوقع أن لبنان سيقع كله ضمن الهيمنة الإسرائيلية وإشارة نتنياهو في خطابه في الأمم المتحدة لوجود توازن قوى جديد في المنطقة يلمحه لذلك وإسرائيل قادرة على تحقيق هذا الأمر فعلا بعدما فعلته بحزب الله خاصة والسؤال ماذا تبقى من أحزاب الله وهل نحن ما زلنا بحاجة لها أو بحاجة لدعمها باستمرار دون مسوغات أو مبررات أو أهداف قادرة هذه الأحزاب على تحقيقها ماذا ننتظر بعد قتل نصر الله وقيادات حزبه كل مؤشرات تشير إلى أن القادم هو هيمنة إسرائيلية على لبنان وهذا لن يتحقق كما أتوقع إلا بالتواجد عسكري إسرائيلي فيه سواء بشكل محدود أو على شكل قواعد عسكرية منتشرة في طول لبنان وعرضه وأرى أن هذا التطور نتيجة طبيعية جدا نظرا لاختلاف معادلات القوة الشديد بعد ما فعلته إسرائيل بحزب الله والسبب كما أشرت أن هناك هيمنة جرى جرى القضاء عليها من قبل إسرائيل وهي هيمنة حزب الله ومن خلفه إيران إيران التي خلفه هذه الهيمنة قدما تنسحب أو تنكسر لا بد من وجود من يحل محلها ولا وجوده بالتالي لأحد غير إسرائيل هذا الأمر كما يبدو سيغير فعلا معادلات المنطقة إلى حد خطير وكبير جدا وبما يؤثر على مستقبل شعوب المنطقة وما يثير إشكالات من نوع مختلف تماما عن كل ما سبق باختصار ما أخصده أن لبنان أصبح كله ولاية تابعة لإسرائيل بعد أن كان تابعا للولي الفقه بطبع ربما تحدث حرب أهلية لأنه طواعد كثيرة داخل لبنان لكنها قد تستمر قد تتواصل المعاشي لكنها ستنتهي بإشراف وهيمنة إسرائيلية كاملة وهذا كما قلت مع تغيير نوع خطير في طبيعة الصراعات المنطقة قد تأخذ أشكالا دينية أو أشكالا أخرى لا نستطيع أن نخمن طبيعتها حاليا الهيمنة الإسرائيلية الإقليمية أيضا ستكون منتشرة وربما سنجد قواعد إسرائيلية في دول الخريج ودول محيطة بإيران مثل أذربيجان وغيرها علاقاتهم قوية جدا معهم وكما قلت هذا راح يدخل المنطقة بصراع جديد ليس مع الشعوب المنطقة فقط بل مع أمريكا نفسها فلا بد من تحجيم إسرائيل ومنعها من الخروج على الطوء من الطبيعي أنما دما نجد دولة بهذه القوة وهذه الدراعة الطويلة وهذه القدرة الاستخباراتية والتكنولوجية المتقدمة لا بد أن يثير خشية أمريكا هذا الأمر لا يجب أن نضعه في الحسبان أن أمريكا صحيحة هي حليفة لإسرائيل لكن إسرائيل بدأت أخذ خطوات استقلالية كبيرة وهي قادرة على هذا ولديها قناة النووي أيضا فبالتالي هي قادرة على أن تكون من الدول قد تطمح إلى أن تحقق سيطرة أو توسع أكبر مما هي عليه صحية صغيرة جدا لكنها تمتلك إمكانات هائلة وكبيرة توازي إمكانات الدول الأضمى بطريقة ما طبعا هناك أمر مهم جدا لا يتعلق بالموضوع الديني أو هيمن الديني أو حضور الدين في مستماعاتنا أنا أعتقد بأن هناك أمر جلل آخر لم يحصل في التاريخ في هذا الخصوص وهو أن فكرة وجود إمام أو قائد أو شيخ أو ولي فقيه فيه فصل بين التابع والمثبور ماذا يعني؟ يعني بين فكرة الجماعة والمذهب والدين الذي يعبد أصحابه إلها واحدا وعلى جميع طاعته والخلوع الصارم له انتهت لم تعد ممكنا إسرائيل قدمت لنا النموذج الأول لهذا النوع من الحروب الصراعات الذي أبطل هذه الفكرة أو هذا الفريم أو هذا الشكل الذي يفرز بين الإمام وبين تابعيها يعني هناك إمام يقود الجميع وهو محصن ومحاط بحمايات ولا يصله أحد هذه الصورة انتهت الصورة انتهت سواء على مستوى النظري الفقهي التشريعي أو على مستوى الواقعي الكل الآن أصبحوا سواسية ممكن القضاء على القائد قبل القضاء على الجنود كانت الحروب القديمة والصراعات توجد فاصلا قويا وكبيرا جدا بين القائد أو طبقة القيادية وبقية الجنود أو العامة ومن يريد أن يقضي على القائد أو على الإمام أو على الشيخ أو على الملك عليها أن يمر بكراديس أو بفرق عسكرية وقوات كبيرة لكي يصل إليه ويقضي عليه هذا الأمر ما عاده مطلوبا الآن كذلك الحال مع السيستم الديني أو السيستم التشريعي أو السيستم السياسي للنمط القديم في القيادة والتحكم النمط القديم هو هذا كما وصفته لكم الآن النمط أصبح لا يفصل بين القائد والمقاطر بين التابع والمتبوع بين الآمر والمطيع هذه الثنائية أصبحت ثنائية تتخذ شكلا آخر مختلفا كلين إسرائيل تم قدمت هذا النموذج الأول لهذا النوع من الحروب وقتلت القيادات الرئيسية لحزب الله وكذلك القيادات الرئيسية لحماس ووصل الأمر بأنها خلال أسبوع واحدة أو عشرة أيام قضت على الخط الأول القيادة الأول وحتى الثاني في حزب الله بل وراحت حتى على القيادات الفرعية الذين يمتلكون أجهزة التواصل فيما بينهم فجرتها وقتلت أو جرحت أو حيدت أو عزلت تقريبا نهو ألفين شخص من القوة القتالية لحزب الله فبالتالي الآن إذا كنت تريد أن تحارب وتؤدج الناس على مشروعك ضد آخرين فعليك أن تكون جاهزا لاحتمالية أن تفجر رأسك في أي لحظة مروحية عابرة أو صاروخ أرض الأرض أو حتى موبايل في يدك ممكن أن يقضي عليك أي شيء وفي أي لحظة ودون حتى أن تعرف بما يجري كما حصل مع التفجيرات والعمليات الاختيالة التي قامت بها إسرائيل الأمر خطورته حتى على المستوى الديني انتهت فكرة وجود دين مركزي وقائد مركزي وإمام يقود الجميع وما على الآخرين إلى طاعته هذه فكرة أيضا وحدة الصف والجماعة تحت رأي طالع إله واحد مثل شعارها الله أكبر هذا أمر ما عاد نافع أنت كن قائدا كن نبيا كن إلها وطبعا هي لديان كلها متصارعة مع بعضها وما على الآخرين وهي فكرة وجود الدين وهي فكرة وجود جماعة وهذه الجماعة هي ضد الجماعات الأخرى وقائد هذه الجماعة هو رمزها والصور أو الشخص الذي تجد الجماعة فيها نفسها هذا الشخص من السهولة الآن قتله واختياله بطريقة معاصرة جدا بفضل تقدم الأجهزة والتقنيات الحديثة هذا يحتم تغيير نمط العلاقات بين الأفراد لم يعد بالأمكان تقديم هذه الصيغة الدينية والدينة المركزية التي تفصل بين القائد والمقادين هذا الكلامات أرى بأنه خطير جدا جدا ليس لأنني أقول هذا الكلام بل لأنه التهذير من المستقبل بناء على هذا أنه غير طرق تفكيرنا وخططنا وحتى وسائل تنفيذها الفكرة الدينية العقائدية أو الإجيولوجية عموما القائمة على الطاقة المطلقة للقائد الرمز الملهم المبعوث من السماء انتهت لا يفرق الآن إن كنت قائد محاطن بجنودك أو جنديا عاديا في الجماعة الكل معرض للقتل والتصفير بالتساوي حرب البيجر كما وضحتها بالحلقات السابقة عن موضوع لبنان قدمت الدليل الأول والأكبر حتى الآن على ما أقول والمستقبل المليء بالمزيد هناك موضوع الموقف الإيراني الكثيرون تحدثون بأن إيران تخلت عن هزب الله وتخلت عن قياداتها وهذا أمر فيه تنصل وأنها لم تطبق شعاراتها ومن بينها وحدة الساحات أنا أرى بأن إيران وقالت هذا هي فعلا بالتصريحات الرئيس وغيرها وحتى بالتصريحات الفلق القدس أو أيضا الحارس الثوري إيران تفكر مصلحتها وهذا طبيعي هي دولة وليست ميليشيا ودعمها لميليشيات وتسليحها لا يحتم عليها الدفاع عنها أن واجهت خطرا أنا أنت تعمل لديه واجبك أن تعمل وتطبق أوامري هذا هي وظيفتك أنت حين تتعرض للعنف أو تتعرض للقتل فهذا لا يحتم علي أن أأخذ بثارك أنت جلدي مقاتل واجبك القتال ونحن في حالة حرب أنا لست ملزمة بأن أدخل في حرب معك أنا أرسلك للتحارب لكنني لست ملزمة بالدفاع عنك إن وجدت أن هذا الدفاع سيضرني بالتالي أنت مجرد تابع وظيفتك أو مرتزق بمعنى السيء مرتزق لكن لديك إيمان بيني وبينك إيمان عقائدي لا أكثر ولا أخر هذا يعني أنني أنك قابلت بهذا الشروط وهؤلاء جميعا يقول لك أن تتابع للولي الفقه وعليك طاعة الولي الفقه ماذا يقول لك ماذا لا تناقش ولا تفكر ولا تجادل عليك أن تنفذ المطلوب وينتهي الأمر الولي الفقه ليس مرغما أيضا على أن يشرح لك كل شيء بالنسبة للبناء كما قلت هذا الموضوع العلاقة بين هزب الله وإيران وعلاقها بين حماس وإيران وبالنتيجة النهاية أن كل ما حدث بين هذه الأطراف النتيجة النهاية أن إيران لم تعد قادرة على أن تواصل طريق المقاومة أو محور المقاومة محور المقاومة عمليا وواقعيا انتهى ومجرد تواصله مسألة وقت لا أكثر مشكلة الميليشيات الآن أنها تشعر بأنها معزولة مخذولة ممكن تصفيق قادتها بأي لحظة الحالة النفسية مدمرة الأمر بضبط يشبه ما حدث يوم 2003 عندما غزت أمريكا وإراق والكل تخلى عن صدام وحتى أقرب الناس إليه ومن المخلصين والمحبين له أيضا تخلى عنه لأن شعروا أن القتال لا جدوى منه أنه تقاتل من أجل ماذا؟ أنه عملية انتحار بائسة لا جدوى منها فكل واحد ترك أشياء ونزعم لابس العسكرية وتخلى عن سلاحه ولبس الدشداشة وعاد إلى بيته وتخلى عن كل شيء هذه حقيقة ما فعلته إسرائيل هو تدمير كامل لكل ما أسسته إيران خلال 25 عاما أو من الثمانينات في سياسة سياسة كانت تهدف إلى ردع إسرائيل وردع الأمريكا ومنعها من الاعتداء أو الهيمنة على إيران واختصاب قرارها السياسي الآن أثبت الواقع بأن الحلم الإيراني حقق نجاحات هنا وهناك لكنه الآن وصل إلى نهايته وانتهى الأمر إيران كما أتوقع لا أظنها أنها تستطيع السمود وأظن بأنها ستتعرض إلى هزات كبيرة داخلية وأرى بأن شعبها سيحاسب القادة بشكل خطير جداً وهم قادرون على هذا بالمناسبة الخطاب الديني كما قلت أصبح فاشلاً لم يعد مناسباً للواقع هو الذي قاد كل هذه الصراعات هو الذي وضع شعوب المنطقة في مواجهة مع العالم بأكمله في مواجهة خاسرة نحن لا نمتلك شيئاً ندعي القوة ولا قوة لدينا ندعي الإرادة قوية لداخلنا للمواصلة الحروب والتضحية بكل شيء والتضحية بأن هذه الإرادة لا قيمة لها هو لا وزن وعددنا وثرواتنا لا قيمة لها إزاء العالم فبالتالي نحن في أسوأ حال ليس أمامنا إلا أن نغير نهجنا تماماً والواضح أن هزيمتنا أو هزائمنا المتواصلة هي مصدرها كلامنا ووعودنا ولا واقعيتنا نحن نطفر دائماً فوق عباراتنا ونقول أحلامنا لا أفعالنا يعني لا توجد لدينا أفعال حقيقية كل أفعالنا عنيفة عبثية انفعالية نتخيل بأن هذه الأحلام وهذه التصورات وهذه البلاغة اللغوية تعبرها عنها شعاراتنا الطوباوية في أكدابها أو غير المدروسة وغير المبحوثة ولا نعرف ما هو فحواها وما هو محتوى تحرير فلسطين ما هو محتوى هذا التحرير وهذه القضايا الكثيرة التي سمعنا بها دائماً الصلاحات وكلمات وعناوين وقضايا غامضة لا تفهم معناها الفلسطين قضية وليس مسألة يعني دائماً لدينا شعارات لا حلولة لها ولا يمكن تعرفها بسهولة ولا يمكن أن تنتهي بأي شكل القضية عندما تكون قضية فلسطينية فأنت لن تنتهي القضية عندما تقول الدين الصعي فأنت لن تتحقق الدين الصعي دائماً شعاراتنا طوباوية لا يمكن تحقيقها بالكامل وهذا يسبب أن الإشكالات مستمرة عندما تقول فلسطين قضية فأنت كل مشكلة فلسطينية كل مسألة فلسطينية مسألة تحل اليوم يومين ثلاثة عشرة مئة سنة لكن عندما تكون قضية فلسطينية أنت وضعت شعارا كبيرا لا يمكن معالجته ولا أحد يستطيع تعريفه وفهمه الحياة عندنا أصبحت بهذه النتيجة مختلفة عن طبيعة الحياة عند الآخرين الواقع عندنا أيضا غير المقال يعني الواقع ما نقوله غير الذي نفعله الجواب عندنا أيضا غير السؤال وهذه التعارضات موجودة لدينا كلها حسب نصر الله بالتالي هو نموذج يتكرر وموجود داخل كل واحد فينا نموذج صارخ يعد ويدعي ما يدعي ويقول أن إسرائيل أوهن بيت العنكبوت لاحظوا الآن من هو أوهن من بيت العنكبوت وصلوا قط يعني ليس أوهن من بيت العنكبوت أصلا لا يوجد شيء حتى العنكبوت قدر على الدفاع إسرائيل دخلت عليكم قضت على قيادات الصف الأول والثاني وبعد ذلك ودعوه تركت حسن نصر الله يرى بعيني هذا الانكسار وهذه الهجيمة وبعد ذلك قضت عليه بنفسه وهو ما زال يصرح بأنه يقود جبهة إسناد لغزة ويقول أنه لن تراجع هذا كان يؤكد ما قلناه بأنه يعيش في الحلم في منطقة الشعارات ولا يستطيع الخروج منها وكان كان رحيله من احترامي لأعلام الجميع وبعضهم تألم جدا لهذا الأمر كان رحيله واجبا لكي يظهر من يعوضه ظهور شخص مثل صفي الدين أعتقد اسمه صفي الدين هو راح يكون بديل لحسن نصر الله هذا البديل أنا أعرى بأنه بديل كما يقال بديل عنيف وصارم ومجازف ولا يتوانى عن القيام بأي فعل هذا أعتقد هذا النموذج سيكون هو خاتمة الأخطاء أو من الأخطاء الكبرى التي سيشتريحها حزب الله مرة أخرى الشعوبنا بحاجة لا تخلص من هذا النمط المتعصب العنيف الذي لا يتفاهم ولا يحاور ولا يداور ولا لا يعرف غير العنف طريقا لتحقيق أي شيء عليه لو كانت هناك قيادة حكيمة معنا الكلمة لحزب الله لا اختارت شخصا ربما يحل الحزب ويقول نحن هزمنا وانتهى الأمر أي محاولة الآن للرد على إسرائيل هي محاولة انتحارية ولا أضعير ذات الجدوى وستؤدي إلى المزيد من الدم وزيد من الخسائر والانهيارات ولكن النتيجة ستبقى نفسها واضحة المسألة وقلناها من زمان الآلاف قالوها وليس أنا فقط هذا الأمر يجب أن يتي المفارقة لكن العيب أن هؤلاء الناس قردوا لا نستطيع أن نقول بينهم ناس من العقل والحكمة التي تسمح لهم بأن يتخذوا قرارات صحيحة مع هماس بدلا من أن يختاروا شخصا يغير النمط المتعصب والصدامي للحركة يختارون أكثر الناس صدامية ويفتخرون بهذا وهو السنوار تأتي إلى حزب الله تجد أنهم يختارون شخصية صدامية وقد حسب ما يقال قد يقدم على قصف تل أبيب وغيرها بالصواريخ الفاليستية على ذلك سيكون رد الإسرائيلي ردا يعني مدمرا أكثر من كل ما سبق وهذا قد يشعل حربا واسعة وشاملة في المنطقة هذا كل هذا الأمر بالتأكيد إسرائيل حاسب حسابه لأنه لا تجازب بهذه الطريقة بدون أن تعيقوا لديها حساب الأمر الآخر الذي هؤلاء يغيب عليهم وغاب على حماس وغيرها أنه لا دام من يراهنون على أن إسرائيل دولة صغيرة وتخشى الخسار سنة كاملة إسرائيل تضح لجميع بأنها مستعدة لتخديم الخسار مقابل عدم وجود أي شخص يستطيع أن يلوي يدها بأي شكل لا تتقبل بوجود أحد يطلق عليها طلقة وليس مدفع وليس قريفة ولا صاروخ ولا طيارة مسيارة أنا لا أقبل يقول لك أنا لا أتحمل أي محاولة لاعتداء على بلدي بلدك أهلاً يقول لك هذا مو بلدك هذا أنت محتل هذا بالنسبة لك هذا بالنسبة لك أنا هذا أرضي وهذا حدودي وهذا مساحتي ومؤترب بها دوليا اللي مثل شعرة يعني أحرق أرضها وأحرق السماء وما يشوف مني غير الأيام السودة هذا الأمر فبالتالي إسرائيل كنا نظن سابقاً بأنها هي تخشى من الخسار البشرية لكن ما يحدث الآن يتطلب التضحيات من جميع الأطراف إسرائيل كما رأينا خلال سنة كاملة هي صاحبة النفس الطويل هي صاحبة الاستعداد للتضحية وهي التي لديها عام شعبي متحد خلفها صاحبة ناتو خلافات لكنهم استطاعوا أن يتوحدون في في مواجهة الأخطار نحن الذين لم نتوحد في مواجهة الأخطار ومن توحد لمواجهة الأخطار لم يفعل الشيء الحسن بالعكس هؤلاء الذين تصدوا لقضية فلسطين هم لم يتصدوا لقضايا شعوبهم وحل مشاكلهم أولاً بل عملوا على قمع هذه الشعوب وإجرام بحقها عزب الله كان من الذين قمعوا الشعب العراقي في ثورته ثورة الشرين وهذا استسجيل لحسن ناصر الموجود قال بأن هذا يؤثر على استراتيجياً على مشاريعنا في تحرير القدس وكذا والقضاء على الإمبريالية والسيونية وما على ذلك فكان من الضروري القضاء على هذه المسألة وواضح بأنه من الذين شاركوا في قتل الشباب العراقيين الذين كانت لديهم قضايا مطلبية فما أعرف من أين يأتى بهذا الحق بقتل الأناس خرجوا يقولون نريد وطن يعني من تكون انتحت تصادر حقوق الناس أيضا فعلها في سوريا التي تخلت عنه الآن ولم تذكره بكلمة حتى النعي الذي قدمته لمقتله قدمته بصيغة عامة غير مفهومة ممكن تشوفون البيان الصادر في نعي أو إدانة ما فعلته إسرائيل بقصف مقرات الحزب الحزب الله وقالت وذكرت ضمنه السيد حسن نصر الله ضمن البيان ممكن تشوفون البيان أو أضع رابط في التعليقات للبيان أيضا القضايا الأخرى الإنساسية المهمة يجب أن نؤكدها بأن الذي يجري هو نكسة دينية بعد جعجعة دينية حركات إسلام السياسي على مدى أربعين عاما حلت عليهم النكسة الدينية لأدت مرات وبأشكال مختلفة من أيام القاعدة نكسة القاعدة وقتل ابن لادن نكسة داعش وانتهت بقتل البغدادي ونكسة حزب الله وانتهت بقتل حسن نصر الله وأيضا نكسة الإخوان وأعدام أو موت محمد مرسي الرئيس مصر السابق واضح أنه النكسة الدينية تحققت وختمت آخر فرصها في هذا الذي حصل حاليا في وقتنا الراهن النكسة القومية كما نعرف حدث السنة السبعة ستين هذه النكسة الدينية ولا أحد يعرف مهو المستقبل المستقبل واضح أن هناك هيمنة إسرائيلية على شعوبنا وعلى منطقتنا وهذه الهيمنة علينا أن نجيد التصرف إزاعها وهذا عدد إجارة التصرف تطلب مننا أن لا ندع شداد الأفاق أو قليلي المعرفة أو المتعصفين يقودون مرة أخرى يجب أن نرشح ونعتمد ونزكي أناسا على قدر من الوعي والعلم والمعرفة والخبرة والحكمة التي لا تجعلهم يطالبون بتحقيق أهداف مستحيلة غير واقعية وخارج قدرات شعوبنا مصادرة حقوق شعوبنا بالتعيش بطريقة سليمة وجيدة هي الشيء الصحيح أما أن نطالب تحرير الكرة الأرضية أو تحرير إسرائيل أو تحرير فلسطين هذا مشروع موجود لكن عليها لا يصادر حقوق الناس وحياتهم الأولوية للإنسان الأولوية للألم والتعلم وكل ما عدا هو شيء ثانوي يجب أن لا يجعل منه أو تجعل الأولوية له فقط أختم بمقولة بأنه لماذا هذه المقاومة أو لماذا حدثت النكسة الدينية وكان نكسات الدينية المختلفة من أيام دولة الخلافة الداعشية إلى دولة الخلافة أو الولاة الفقهة الشيعية لأنه فشل هذا المشروع لأنه اعتمد كما أرابا على مفهوم ومبدأ أساس وهو الاستبداد والإنغاء والتسلط وإيجاد كل السبل لتبرير ثالث وهذا كما أشرت بأنه تضحى باقتصاب حقوق العراقيين واللبنانيين والإيرانيين هذه المقاومة الإسلامية والتي تتبع الخليفة أو الولي الفقه هذه المقاومة تقتصب الحقوق ولا تسترجعها الدعاء وجود حقوق عامة مثل مثلا تحرير البلاد والعباد هذا ليس هدفها مصالح الناس إنما هدفها رفع شأن هذا الدين هؤلاء وليس شأن الناس والمجتمع والبلد كلها بل والعالم كلها هؤلاء همهم أولا وأخيرا هو حماية سلطتهم ومقاتلة كل من يقف الواجهة وباسم الدين وباسم الله وباسم المقدسة وهكذا الآن بعد أن كانت تطبيع خيارا أو مطلبا أو حلما إسرائيليا أصبح حلما عربيا ربما لا تقبل به إسرائيل هذا منطق القوة منطق المنتصر قد لا ترضى بهذا بالتطبيع إسرائيل أو لا ترضى وربما ترضى بشروط أصحب كثير مما سبق وهكذا هذا المقاومة صادرة حقوق الناس دمرت كل فرص وجود بدائل أو أحزاب أو قوة قادرة على أن تجرب حظها كل الكل تم تصحير أو تجريف شعوبنا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى جميع المستويات بحيث لم يبقى شيء يذكر الشعارات القومية انتهت وأتت الشعارات الدينية وأيضا أثبت الواقع فشلها الناس الآن لا يشعرون بوجود ما يستندون عليه وهذا يتطلب بنا هذا الشيء سيء وجيد بالوقت نفسه سيء لأنه لأننا الآن في حالة ضياء لا نتق بعد الآن بإمام ولا بشيخ ولا بالدين ولا بمذهب ولكن هو هذا الدين هو هذا الأساس الوحيد المتبقي لدينا لأساس الذهني والثقافي والتراثي والمعرفي ماذا نفعل هذا الشيء السيء الشيء الجيد أننا بحاجة لأن ننطلق من نقاط الصفر برة أخرى ونعتمد مبادئ العقل والمنطق والعلم والحداثة وننطلق من من رؤية جديدة لواقعنا رؤية واقعية لا ننطلق من الكلمات إنما ننطلق من الواقع وندرس الواقع علميا ونعمل على هذا الأساس أما الدين والقوميات والأروبيات ونطلق على ذلك فهذه الأجولوجيات لم تعودنا فيها لأحد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا خير مع السلامة